السائل يقول ابنة الابن مطلقة ولها ثلاثة أطفال ومقيمة في منزل والدها ودخل والدها ضعيف هل يجوز أن أصرف إليها الزكاة وبعض الزكاة أعمامها؟ من أنت؟ يا أيها السائل بالنسبة للبنت هذه التي تذكر تمكن أخوها أخوها لا إذا كان أخوها وهي مستحقاً لزكاة فنعم يجوز وجزها الله خير وتعتبر صادقة واصلة إذا كانت مستحقة للزكاة طالما أن أبوها فقير وهي في الواقع محتاجة ومطلقة وعندها أولاد فهي في الواقع في قمة العاجة وبناء على هذا فلا بأس بذلك لأنها أخوها أما إن كان أبوها أو جدها جدها لأمها ولا لأبيها ولا كذا ما يكون أباً لها أو ابناً له أو كذلك يعني نحو ذلك يعني سواء كان من فروعها أو من أصولها فمجموعة كبيرة من أهل العلم يقولون بعدم جوازي أن يصرف الإنسان زكاته في فروعه أو في أصوله أصوله هم آبائه وأجداده وأمه وأمه وأجداته وفروعه هم أولاده وأولاد أولاده لماذا؟ ليس الغرض من ذلك أنه إذا كان قادراً ولا شك أنه حينما يكون موسى حقّة عليه الزكاة الغالب أنه يكون قادر فإذن يجب أن يصرف عليهم طالما أنه ليس لديهم ما يصرفون به على أنفسهم إذا كان جدها أو ابنها أو أبوها أحسنتم نعم أو أمها أو جدتها كذلك جميل نعم يعني إذا كان من فروعها من فروعها أو أصولها